إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر نظيره الزمالك في إياب دور الـ 32 من كأس الكنفدرالية الإفريقية وذلك يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر وفلسطين الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة قناة أونسبورت كانت مباراة الزهاب قال انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة وعن قائمة الفريق فقد أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريسيان جروس المدير الفني عن قائمة الفريق التي تواجه فريق القطن التشادي والتي شهدت استبعاد جنش ومحمود الونش وطارع حامد والمغربي حميد أحداد ومحمد عنطر وأيمن حفني لأسباب مختلفة فيما تم ضم أحمد مدبولي وجاءت القائمة كالتالي في حراسة المرمى عماد السيد وعمر صلاح في خط الدفاع محمود علاء محمد عبدالغني بهاء مجدي حمد النجاز عبدالله جمعة أحمد فتوح حازم إمام أما في خط الوسط فرجاني سياسي محمود كهربا محمد إبراهيم يوسف أوباما إبراهيم حسن أحمد مدبولي ومصطفى فتحي وفي الهجوم عمر السعيد وكابونجو كاسونجو في النهاية شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته